اشتركوا في القناة ايه 26 لما ربنا قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلط على سمك البحر وعلى البهائم وعلى كل الارض فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه زكرا وانسى خلقهم الحقيقة الاية الصغيرة دي او الايتين دول بنجد فيهم بيتكرر اكتر من مرة صورة الله بالتأكيد التكرار دا لي معنا وهو ان الاسرة في قلب الله وفي فكرة الله نقدر نقول منذ الازل لان الله لا يجد عليه شيء وهنا نقدر نفهم قيمة الاسرة عندما يعلن كتاب مقدس ان الله منذ الازل وضع خطة ان الانسان يكون على صورته كشبهه وان الاسرة اللي تتكون من زكرا وانسى زي ما بيقول كده فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه زكرا وانسى خلقهم الانسان في فكر الله زكرا وانسى الانسان في فكر الله اسرة وده بيدينا اهمية الاسرة اللي احنا بنعيش فيها ومقدار عظم هذه الاسرة في قلب الله وفي عقل الله وعندما انا اعرف ان الله بيهتم بالاسرة بهذا المقدار نعرف قد ايه قيمة اننا يكون عندنا اسرة ونقدر هذه الاسرة وبقدر ما الاسرة دي تبقى مقدرة في عيون افرادها بقدر ما يحافظوا عليها وينجحوها ويقدسوها وتكون حياتهم فيها حسب الصورة الالهية اللي ربنا اخترها لهم هذا الانوان الاسرة في قلب الله يمكن يحتاج مننا اكتر من لقاء نشرح فيه لكنيهم من النهاردة ان الله مهتم بالرابطة الزوجية وبالعيلة الله اخلق فينا علاقة سابتة دائمة الله اعطانا اتحاد بحيث ان الاتنين الزكر والانسة الزوج والزوجة هما في فكر الله وفي نظر الله شخص واحد وهذا الاتحاد تتميز به المسيحية عن كل العالم انها تؤمن بالوحدانية في الاسرة حسب قلب الله هي علاقة الله صنعها فهي تسمو على كل علاقة ليست اي علاقة في الاسرة الاسرة في نظرنا كمسيحيين هي بمقدار العظمة التي لله تكون الاسرة في نظر اولادها في نظر افرادها عظيمة المقدار يحفظوا عليها يقدسوها يملوها من نعمة ربنا يقدموها ربنا زبيحة محبة وزبيحة شكر وزبيحة بزل وزبيحة تطحية فتكون اسرة مقدسة لانها حسب قلب الله ده اول معنى في اسرتنا المسيحية شكرا لكم نشوفكم على خير في اللقاء تاني اشتركوا في القناة